السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوهم الحصة 11 من الرياضيات الصفة الرابع نخش في جزء الهندسة اللي هي أول حاجة عندنا تقدير وقياس الزوايا القائمة شنو هنا؟ قال لك هنا صنف الزوايا الآتية إلى شنو زاويا قائمة وزاويا أصغر من القائمة وزاويا أكبر من القائمة طبعا تقولي شنو يا قبل الكلم هذا؟ نقول لكم بشوية تو نفهم وعندنا كم رسمة هنا؟ عندي منها القائمة ومنها لأصغر من القائمة ولأكبر من القائمة القائمة كيف ما عندنا في رقم ألف تقعد هكي هو خط عمود مصبي هكي وفوق منا عمود أخرى مصبي عليه مستقيم هننا اتنين مستقيمات هكي هذي تسمى القائمة تمام؟ إذا كان مش قائمة هكي إن هذا عمود مستقيم وهذا عمود مستقيم صبيت علي بعضهم إذا كان مش هكي إني نازلة منها شوية من هنا ولا نازلة من هنا شوية تجد هذي أصغر تضايق عليها شوية زي هذي تجد هد أصغر من القائمة طبعا قائمة قياسها نجي أنا ناخذ المنقلة طبعا نحن هنا الزاوية القائمة هي قياسها لازم تحفظوها هي قياسها التسعين لما نجي نحط المنقلة عليها وهكي تجد شنو قياسها تسعين الزاوية اللي أصغر من القائمة زي هذي اللي عندنا في رقم با أصغر من القائمة يعني كم نجي تقديرها أقل من التسعين وإذا كانت أكبر زي عندي الزاوية الجيم هذي يعني مفتوحة واجد حقيتها مش هكي مستقيمة زي هذا زي خط العمودي هذا هذا مستقيم واللي فوق منه مستقيم لكن هذا مش مستقيم واللي تحت منه مش مستقيم تجد كبيرة مفتوحة واجد هذي تجد أكبر من القائمة يعني هاته قياس متاحة تلقاه أكتر من تسعين درجة لكن هذي الزاوية هذي مش مستقيمة هذي مش مستقيمة صح ولا لا يعني ضيقيتها لصقات قريبت من بعض هكي تجد معناها شنو هذي أصغر من القائمة يعني أصغر من التسعين ممكن تلقاها خمسة تمانين تمانين ستين ممكن هذي ستين تلقاها هكي نحنا توعرفنا القائمة شن قلنا القائمة عليها إن أول حاجة إن قياسها تسعين تابت وإن هي عبارة عن مستقيمين هذي مستقيم وهذا مستقيم فوق بعض هكي قاعدات هكي أي بعض هذي هذي تكون لي الزاوية القائمة لأصغر من القائمة زي اللي عندنا في شكل باهنا إن أول حاجة العمودين هذينا مش مستقيمات وقريبات من بعض الفراغ اللي بيننا هذي صغير زيك هذي على طول إننا نقول عليها أصغر من القائمة وهذه القياس المتاحة تلقاها أصغر من تسعين نجل للنوع التالث اللي هو أكبر على طول نلقى الفراغ اللي بينناتها هذا بين المستقيم بين العمود هذا والعمود هذا بعيدة نلقى هنا فراغ واجد كيف تحقوكي توا كيف ما نشاور الكامانا عليه هذا فراغ واجد هذه الزاوية هذه قياسها أكثر من تسعين درجة عندي هتا رقم دال هذا هتا هنا هذه العمود هذا بعيدة عن العمود هذا كيف ما تحقوه هتا في فراغ واجد هنا بعيدة عن بعضهم هذه تسمى أكبر من القائمة عندي هنا أيضا أن هنا شوف الفراغ بينات بين العمودين هذين فراغ شوي صغير معناها هذه أصغر من القائمة ودرجتها أقل من تسعين أصغر من القائمة يعني معناها أقل من تسعين أكبر من قائمة معناها أكثر من تسعين قائمة زي ما عندي هنا في واو معناها أن هي تسعين بالضبط هنا واو عندي هذا خط مستقيم وفوق منا خط مستقيم يكون لي زاوية تسعين لكن هنا قريبت من بعضهم قلنا اصغر من القائمة بعادة عن بعضهم اكبر من القائمة هذا شرح مبسط لقياس الزوايا ان شاء الله في المستقبل تخدوهم بتوسع عندي هنا في المثال الثاني الصورة اللي قدامكم يقولونها منقلة في الادوات الهندسية يقولونها منقلة كيف ما عندكم في الرسمة عبارة عن قوس ومدرجة بالارقام كيف ما تحقوه وهكي نقدر نجيس بها هذه نجيس بها الزوايا ناخد هنا المنقلة هذه ونحطها على الخط المستقيم اللي عندنا في الكراسة وندير اي زاوية نبيها كيف نجي نرسم اكي خط هنا نرسم عادي مثلا انا نبي زاوية قائمة نجي هنا على رقم تسعين هذا وندير هنا خط هذه قدت لي زاوية قائمة بيه حد يقولي انا منبي زاوية قائمة نبيها زاوية اصغر من القائمة يعني معناها اصغر من التسعين نجي نختار اي رقم من القائمة نبيها اكبر من القائمة نفوت التسعين اللي عندي هذه نفوتها هنا وندير اي رقم نبيه كيف نقراها الزاوية هذه كيف نقراها وكيف نقول هذا قياسها لها طريقة معينة في القراءة أول حاجة الزاوية اللي نبيها هذه نخلي الحرف متاحها في النص قاعد كيف مثلا هنا عندي هذا عندي ألف با جين أنا نبي نقرا الزاوية هذه نبي قياسها أنا نبي نقراها زاوية الف با جين ثم نقرأها المقره الزاوية المقرر لنا 1 مقرأ الزاوية المقرر لنا أقرأ الزاوية و هذي它 ضرع الزاوية ونجد الزاوية الزاوية هذي نحط الحرف متاحها في النص الزاوية هذي الف باجيم هل هي زاوية قائمة ولا زاوية أصغر من القائمة ولا أكبر من القائمة مضبوط صح أصغر من القائمة ليش لأنا هنا قادة قبل التسعين هذى التسعين كيف نحق فيها هذى التسعين هي قادة هنا قبلها معناها هذه قادة على السبعين معناها هذه زاوية أصغر من القائمة بناخد أمثلة أخرى لدي رقم ألف نتعلموا كيف نقرأ الزاوية كيف نقرأ الزاوية أول حاجة ندير العلامة علامة الزاوية بأن نبي الزاوية هذ ما قلنا نديره نحطها في النص كيف نحطها في النص يأما نقول دال ها واو ها دال عادي كيف ما تبو لكن أهم حاجة حطوا لي الرمز الزاوية هذى حطوا ليه في النص لما نجي نبحث أنا هنا أولا حاجة ناخدوا المنقلة نديره على المنقلة هكي يأما بالنظر كيف ما قلت تلك أنا عندي خط مستقيم فوق منها خط مستقيم منها هذين اتنين يكونن ل زاوية قائمة اللي هي تساوي تسعين زي ما تنحطوها هنا هذا خط مستقيم ونحطوه عليها خط مستقيم اخرجين يعيشنه على تسعين يعني هذه زاوية تسعين يعني منها هذه زاوية قائمة بينجولي رقم باب عندي عندي هنا نقرو برضو نديره الزاوية نقروها عندي هنا الزاوية هذي علمت الزاوية ونقوله زين حاطها يعني منها بنقرى الزاوية هذي ان هي نجين باحثها هل هي قائمة ولا أضغم قائمة ولا أكبر من القائمة تمام هنا نلقاها ما زالت في حوجة شوية هكي مش مستقيم الخط هدا كانت تركزوا معي الخط هدا مش مستقيم شوية هكي نازل معناها هذي ولا نقيتها بالمنقلة كيف ما تبقوا بس بالشكل هكي نشوفها ان هذا خط هدا مش مستقيم انه هو أصغر شوية من القائمة معناها نقول عليها ان الزاوية زين حاطها اصغر من الزاوية القائمة يعني قياسها ليست تسعين نجو لي جيم عندي نكتب العلامة هذي علامة الزاوية نجي نقراها ميم كيف لم كيف ما قلنا نقرو الزاوية يننبيها هذي نحطها في النص كيف ما حطينا الها هذي في النص كيف ما حطينا الها هذي في النص نحطوا هذي الكيف في النص يعني ميم كيف لم هذي كيف ما قلناها مستقيم هذي نقريبات من بعض هن يعني معناها شنو أصغر من الزاوية القائمة نجو هنا دل تعلمنا طبع كيف نقرو الزاوية كيف نكتبوها نجرو العلامة هذي علامة الزاوية نجي نقرأ الزاوية هذي اللي عليها القوص هذي نحطها في النص الرمز هذا ميم نون باف ميم نون باف هلا مفتوحة واسعة هذي بيناتها هذي بعيد عن هذي معناها شنو معناها هذي معناها إن هذي أقبع من الزاوية القائمة يعني أكتر من تسعين نجو لرقم ها نقرو نكتبو 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 لعلامة هذي الزاوية هذي الزاوية نقوله قاف كيف را قاف كيف را هنا الفراغ اللي بيناتهم شوية يعني قريبت من بعضهم يعني مناها هذي أصغر من الزاوية القائمة أي إن قياس الزاوية بتاعها أصغر من الرقم تسعين نجو للواو عندي هنا زاوية سين صاد عين سين صاد عين يعني صاد هذي هي اللي في النص عندي هنا هذي خط مستقيم واللي عليه خط مستقيم معناها شي يكون لي هذا يكون لي زاوية قائمة هكي شرحنا شرح مبسط للزاوية وكيفيتين إن شاء الله في المستقبل حتتطلع عليهم بوضوح أكثر شكرا